التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين وفدا من كبرى الشركات البلجيكية المهتمة بمشروعات الطاقة الخضراء الجاري العمل عليها بالمنطقة الاقتصادية للقناة سواء مشروعات انتاج الهايدروجين الأخدر أو الأمونيا الخضراء أو الصناعات المغدية والمكملة لهذه المشروعات وذلك بحضور الملحق التجاري بالسفارة البلجيكية وخلال الاجتماع عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استراتيجية الهيئة 2020-2025 والصناعات المستهدف توطنها والميزات التنافسية التي تمنحها الهيئة لمستثمريها من خلال جاهزية نظام متكامل الصناعة وتوافر الخدمات المختلفة